مرحبا بكم في المحاضرة الثانية ستكون المحاضرتان التاليتان قاسيتين صليت وفكرت كثيرا فيهما وأتمنى أن تنتهي دون أن أبكي وأن تسمعوا صوت قلب الله في تقديم هاتين المحاضرتين لقد سارعت مع هذه الرسالة خاصة عندما عندما كتبت قصة أفابل كنت أعد طوال يوم الأحد ثلاثة أو أربع عذات في الساحل الشرقي وكنت عائدا إلى كولورادو كنت في الطائرة وكنت أكتب الجزء الذي يتحدث عن ذهابهم إلى أرض العزلة المهجورة وهي ما يشبه الجحيم هزتني جدا فوصلت في منتصف الليل ولم أستطع أن أنام عادة بعد أن أعد طوال اليوم ثم أسافر أنام خلال خمس عشرة ثانية ولكنني سهرت ساعات مرتعبا إذ أن هناك أناسا سوف يقضون أبديتهم في مكان أسوأ بكثير من العزلة ويسوع قال إنهم ليسوا أقلية بل الأغلبية ذاهبون أريد أن أريكم هذا يقول يسوع ادخلوا من الباب الضيق لأن الباب الذي يؤدي إلى الهلاك واسع والطريق إليه سهل وكثيرون يدخلونه كلمة كثيرون هنا في اليونانية عن الأغلبية أو معظم أما الباب الذي يؤدي إلى الحياة فضيق جدا والطريق إليه مليء بالصعوبات وقاللون فقط هم من يجدون هذا الطريق وأنا على السرير ولا أستطيع النوم منهكا ولكنني لا أستطيع النوم كنت أتذكر عندما كنت في جنوب أفريقيا وكنت أعظ في سجن طلبوا مني أن أعظ في سجن سري جدا هناك كل من فيه مسجونون مدى الحياة أتذكر عندما دخلت هناك اليأس المطلق وجوه أولئك الرجال لا أستطيع حتى أن أصفها يمكنك أن ترى اليأس يبرز من وجوههم قليلون مخلصون وضعهم مختلف كان هؤلاء يعرفون أنهم لن يخرجوا أذكر حين دخلت مكان نومهم كانت الواقيات معلقة والأسرة قريبة من بعضها هؤلاء لن يخرجوا من هنا أبدا ثم فكرت ربما يقولون سأخرج حين أموت لكن هذا ليس في الجحيم إنها أبدية إنها إلى الأبد ذكر يسوع هذا كثيرا ولم يكن يرى أن ذكرها يعتبر قسوة لقد ذكرها أكثر من السماء جيمس سي رايل من أعظم قساوسة إنجلترا وقد كان هذا في القرن التاسع عشر اسمع ماذا قال قل إن الحديث عن جهنم ذوق سيء إن أردت قل إن من المحبة أن نجعل الأمور مرضية ونتحدث بسلاسة ونهدئ الناس بأغاني عن السلام لينقذني الله من مفاهيم المحبة هذه مفهومي عن المحبة هو التحذير من الخطر وأعلان كل توجيهات الله إن لم أتحدث عن الجحيم علي أن أفهم أنني أخفيت شيئا مفيدا وهذا يعتبر اشتراكا في أعمال الشيطان إنه مكان حقيقي وليس رمزيا هناك أسماء عديدة للجحيم في الكتاب الهاوية هو اسمها المذكور في العهد القديم وفي العهد الجديد تدعى الجحيم وهناك الهاوية وجهنم وبحيرة النار أريد أن أقرأ لكم قصة حكاها لنا يسوع أريد أن أقرأها كلها وأن أشرحها يقول يسوع في لوقة كان فيما مضى رجل غني يحب أن يلبس ثياب الأرجوان والكتان الفاخر ويمتع نفسه بحياة الترف يسوع لا يبدأ الأمثال بالقول كان فيما مضى رجل إذن نحن نرى هنا بالفعل أن هذا ليس مثلا إنها قصة حقيقية وسأثبت لكم هذا وكان هناك رجل فقير اسمه لعازر لم يذكر اسما في مثل يتمدد عند بوابته وقد غطت القروح جسده أريد أن أراجع هنا لدينا فقير مغطا بالقروح متمدد عند بوابة رجل غني كان الغني يلبس الأرجوان وقتها كان من يلبس الأرجوان يعتبر غنيا جدا قول يسوع إنه يملك مالا ليست المشكلة بشر يسوع أغنى رجل في المجتمع كله وهو زكى لقد مكث في بيته المشكلة ليست الغنى المشكلة أن هناك فقيرا يتمدد عند بوابته كل يوم وهو يتجاهله هذه المشكلة وقد غطت القروح جسده وكم اجتهى أن يشبع من فتاة الطعام الساقط من مائدة الغني حتى إن الكلاب كانت تلحس قروحه فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم في معظم قصص وفاة المؤمنين من كان أحباؤهم معهم جاءت الملائكة لتصطحبهم صديقة عزيزة توفيت والدتها كانت أمها طريحة في الفراش وقد كانت في حالة سيئة كانت تحملق في الحائط وفجأة عادت إلى رشدها وقالت انظري هذين الرجلين كانت هذه زوجة نجم روك ان رول شهير قالت أي رجلين يا أمي فقالت هذان الرجلان الجميلان القادمان إلينا وتوفيت وأعرف خادما حكى لابنه أن ملاكين مزينين ظهر له في غرفته وقت وفاته هذا هو ما حدث مع الفقير يقول ثم مات الفقير فحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم ومات الغني أيضا ودفن تذكروا سأريكم هذا كان هذا الغني يهوديا وتقول التقاليد اليهودية إنه إن دفنت إنسانا بجنازة رسمية فأنت تكرمه عشت حياة شريفة لذا نكرمك وأنت تترك هذه الأرض دفن الغني بجنازة رسمية ولعازر لا شيء للكمل فرفع الغني بصره وهو يتعذب في الهاوية والآن لاحظ معنى كلمة يتعذب في ترجمات أخرى تعني ألما مبرحا أو صراعا عنيفا أو معاناة أريدكم أن تفكروا في كلمة معاناة فرفع الغني بصره وهو يتعذب في الهاوية ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه كان حضن إبراهيم مكان انتظار يذهب إليه قديس العهد القديم إلى أن يأتي يسوع الحامل الذي بلا عيب الذي سيدخلهم تذكرون حين قام يسوع من الأموات خرج أناس من القبور وصاروا في المكان وظاروا للناس لأنه لم يكن قد ذهب إلى الآب ووضع دمه على كرسي الرحمة بعد فلم يعرفوا أين يذهبون لذلك مكثوا لأيام حتى وضع دمه على كرسي الرحمة فصرخ وقال يا أبي إبراهيم عرفنا أنه رجل يهودي لأنه قال يا أبي إبراهيم إن كان فلسطينيا أو من جنسية أخرى لم يكن ليقول يا أبي إبراهيم يا أبي إبراهيم أشفق علي وأرسل لعازر ليضع طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني فأنا متألم في هذه النار كلام غني الناس على حقيقتهم في الجحيم أدل يسوع ببيان قال يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم يكون الناس في جهنم ببشريتهم الكاملة فهم يفكرون بالمنطق ولديهم مشاعر ولديهم إرادة ولديهم ملامح جسدية فهو يتحدث عن إصبعه وعن لسانه الناس يظلون لديهم حواس هذا الرجل يستطيع أن يرى أبان إبراهيم ويستطيع أن يسمع صوته كما أنه يشعر بالألم ويريد بالفعل أن يبرد أحد لسانه قضى صديق لي ثلاثة وعشرين دقيقة في الجحيم وهو رجل أعمال من كاليفورنيا كتب كتابا عن هذا قرأت فصلين منه فقط وانهرت تماما واكتفيت قال هذه الكلمات بالتحديد أول شيء لاحظته في جهنم ناهيك عن الرعب وعن الظعر هو أنني كنت عطشانا جدا أردت أن أشرب ولكن لم يكن هناك ما يرويني وقال في الجحيم تشعر وكأنه لا يوجد هواء وقال كنت أتنفس وكذا في الجحيم لأن الجو حار جدا والرائحة بشعة فقال إبراهيم يابني تذكر أنك أثناء حياتك على الأرض لتنصيبك من الخيرات وأن لعازر نال نصيبه من الشدائد لكنه الآن يتعزى وأنت تتألم رأيتم كلمة تتألم رأيناها ثلاث مرات لنكمل وقد ثبتت هوة هذه الطريقة هي المبني للمجهول الإلهي إنها طريقة لإظهار عمل الله بدون ذكر اسمه وقد ثبتت هوة عظيمة بيننا وبينكم الله هو الذي صنع هذه الهوة سأشرح هذا حالا فحتى الذين يرغبون في العبور من هنا إليكم لا يستطيعون كما لا يستطيع أحد أن يعبر إلينا من هناك لنكمل فقال الغني إذن أرجوك يا أبي أن ترسل لعازر إلى أهلي فلي خمسة إخوة هناك دعه ينذرهم لكي لا يأتوا إلى مكان العذاب هذا لنتوقف هنا لاحظوا أن طبيعته لم تتغير فهو يطلب من إبراهيم أن يرسل لعازر ليبل طرف إصباعه ويبرد لسانه يرى لعازر خديما يطلب من إبراهيم أن يرسل لعازر لعائلته هذا أمر الناس لا يفهمونه الظلمة التي في حياة من ليس لديهم نعمة يسوع المخلصة تستمر معهم في الجحيم إن كنت شخصا مدمنا فبكل تأكيد سيصبح إدمانك شديدا في الجحيم ولن تجد ما يريحك المدمن يجد المخدرات على الأرض ومدمن الخمر يجد ما يريحه زجاجة خمر أو كأس ويسكي لكن المدمن لا يجد ما يريحه في الجحيم وتكون حواسه حادة وتصل إلى أقصى درجات الإدمان هذه من العذبات حسنا إذن هذا الرجل الغني طبيعته لم تتغير وهو يتوسل طالبا الرحمة يبدو أن هؤلاء الناس لا يقتنعون بأنهم لن يخرجوا من هناك أبدا يبدو أن لديهم أملا يأملون أن يجدوا طريقة للهروب وإن نظرت إلى ما قاله إبراهيم قال في حياتك ذكره بحياته ذلك الرجل طلب منه أن يرسل العازر إلى أهل بيته الناس يتذكرون في الجحيم وأعتقد أن هذا من أقصى العذابات سيتذكر الناس حين بشرهم شخص ما وحين سرخت الأبدية الموضوعة في قلوبهم هل هناك إله؟ لكنهم رفضوا أن يسألوا لأنهم لم يريدوا إلها أتتابعون؟ إذن لنكمل فقال له إبراهيم لديهم كتب موسى والأنبياء فليستمع إليهم فقال لا يكفي ذلك يا أبي إبراهيم لكن إذا ذهب إليهم واحد من الأموات فسيتوبون فقال له إبراهيم إن لم يستمعوا إلى موسى والأنبياء فلن يقتنعوا حتى ولو قام واحد من الموت ينقل لنا إبراهيم هنا حقيقة قوية كلمة الله ترسخ الإيمان الاختبارات الخريقة تساعد لكن ليست هي ما يرسخ الإيمان في الناس أعاده إبراهيم إلى الكلمة كلمة الله سمعتم البؤس يحب الصحبة؟ ليس في الجحيم لماذا طلب الرجل من إبراهيم أن يرسل لعازر لإخوته إن كان هناك صحبة في الجحيم كان سيريد أن يذهب إخوته إلى هناك لا صحبة في الجحيم كل من ذهبوا قالوا إن هناك شعوراً بالوحدة هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيبير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجاناً اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموع برامج تلفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر زهر cloudlibrary.org كنت أنا وليزا جالسيني عند راعي كنيسة كبيرة منذ سنوات كنا نعرفه كان صالحاً لكنه لم يشاركنا بقصته من قبل قال تعرفاني أن أمي وأبي قد ربياني في الكنيسة لكن كنت أحضر الكنيسة ولكن لم تكن لي علاقة بيسوع يعيشون في مكان استوائي قال ذات يوم كنت أنا وأخي نلعب في موسم الأمطار ووقعنا في خندق بناء كان نصفه مملوءاً بالماء كان خندقاً عميقاً جداً كان أخي يعرف السباحة أما أنا فلم أكن أعرف السباحة فلم أستطع أن أخرج استطاع أخي أن يخرج من الخندق وجرى ليطلب المساعدة قال مدت لمدة ثلاثين دقيقة قال عندما تركت جسدي كنت أنزل إلى أسفل بسرعة وأنا أتحدث عن الأشخاص الذين أعرفهم شخصياً فقط لأنني لا أريد أن أسمع اختبار شخص غريب كانت حياة ذلك الرجل رائعة قال لي أنا كنت أقع وكان معدل سرعة وقوعي يزداد أكثر فأكثر وقال كان الظلام يبدو كأنه يزداد قال إن حركت يدي لم أكن أراها كانت ظلمة شديدة وكأنني أرتديها وكلما نزلت ازداد الخوف لم أكن أعرف أن هناك خوفاً أعظم حتى نزلت أكثر قال ثم بدأت أسمع الصراخ وقال يا جون وليزا هناك صراخ مخيف وصراخ يجعل دمك يتجمد في عروقك هذا هو ما سمعته قال وعند المدخل إذا بمخلوق عليه قشور يقول في إشعياء الهاوية تهتز لاستقبالك بدأ ذلك المخلوق يسحبني وتحدث صوت وقال تركه وأجاب المخلوق لا هذا لي فقال الصوت تركه إنه لي قال عدت إلى الحياة ووجدت نفسي خارج جسدي أشاهد أطباء الطوارئ وهم يصعفونني وفجأة وجدت نفسي أدخل إلى جسدي مرة أخرى وعندما عدت إلى جسدي عددت إصبع الطبيب قال المكان حقيقي جحيم حقيقي لنهرب منه وسماء حقيقية لنربحها والآن هذا هو المكان المؤقت فقط تعرف أن هذه ليست الجحيم الأبدية يقول الكتاب في رؤية عشرين انظروا هنا ثم رأيت عرشا كبيرا أبيض العرش الكبير الأبيض يشير إلى دينونة الشخص الذي رفض أن يعطي حياته ليسوع المسيح ورأيت الجالس عليه السماء والأرض هربت من أمامه فلم يوجد لهما أثر ثم رأيت الموتى صغارا وكبارا يقفون أمام العرش وكانت هناك كتب مفتوحة ثم فتح كتاب آخر هو كتاب الحياة وحكم على الموتى بحسب أعماله من مكتوبة في الكتب وسلم البحر الموتى الذين كانوا فيه وسلم الموت والهاوية الموتى الذين كانوا معهما وحكم على كل واحد حسب أعماله ثم ألقي الموت والهاوية إلى البحيرة المتقدة التي هي الموت الثاني الموت الثاني هو بحيرة النار الأبدية الدائمة لدينا صديق آخر لديه أربع جدود من الخدام جدته الكبيرة كانت تعيش في اليونان وقد تربت في عائلة كانت تعبد الأصنام ورأت رؤيا للجلجثة في عليتها لأنها كانت تبحث لتعرف الإله الحقيقي وقبل أن ترى الجلجثة رأت في عليتها محيطا من الناس ورأتهم يصرخون معذبين ويلعنون الله وقالت إن يدا بدأت تدفعها إلى تلك الهوة الكبيرة كما دعتها وسمعت صوتا هذا مكانك هذا مكانك ثم فجأة سمعت ذلك الصوت الساحر ورأت رؤيا ليسوع على الصليب ودمه يتساقط قالت فعلت هذا من أجلك نالت الخلاص وأنقذت بمجد من عائلتها التي سعت لقتلها بعد أن أصبحت مسيحية هذا في الكتاب الموت الثاني أمر خطير يعلم البعض بالخطأ أنه سينتهي يوما ما لكن الخبر هو أنه لن ينتهي أبدا رؤيا عشرين عشر يقول وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين انظر إلى الآية التالية في متى خمسة وعشرين وهكذا يذهب الأشرار إلى عقاب أبدي أما الأبرار فيذهبون إلى حياة أبدي أبادية تذكروا الله إله من الأزل إلى الأبد يسوع نفسه يدعوه عقابا أبديا مرقص الصح 9 وعدد 48 قال يسوع هذه الكلمات حيث الدود لا يموت والنار لا تطفأ إن كان الدود لا يموت إذن فلديه ما يأكله هذا ما قالته لامرأة ذهبت إلى الجحيم قالت يا جون كنت أنام والأنوار مضاءة وهي مؤمنة قالت إن يسوع أخذها وأراها الجحيم قالت كنت أنام والأنوار مضاءة لمدة شهرين بعدها وقالت ما كان مرعبا هو أن الناس كان جسمهم يحترقوا ثم كأنه ينمو من جديد ويكلهم الدود مرة أخرى وكانوا مملؤين بالقروح إنه مكان حقيقي جدا يجب أن تعرفوا أن الله لم يخلق الجحيم للبشر هذا ما ينبغي أن يصل إلى جميع الناس ما قرأت لكم عنه بحيرة النار أو الجحيم لم تخلق للبشر انظروا إلى ما يقوله يسوع يقول يسوع ابتعدوا عني أيها الملعنون واذهبوا إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته لقد أعدت الجحيم لإبليس لماذا؟ لأنه بدأ كملاك ثم وجد فيه إثم ولم يكن هناك من يغويه ليخطئ لقد عصى الله دون أن يغويه أحد لذلك خلق الله هذه له وللملائكة الذين سقطوا معه أيضا لكن عندما خلق الله الإنسان ووضعه على الأرض خدعت الحية حواء وعصى آدم الله ووضع نفسيهما في يدي سيد قاس جدا يدعى لوسفر وأعطى الله الأرض للإنسان وكان الإنسان ينتمي إلى الله لكنه عندما عصى أعطى نفسه للوسفر الذي دعي رئيس هذا العالم لهذا السبب يدعى أمير الظلام أتفهمون؟ وهكذا أعطى الله الأرض للإنسان وقال لا يمكنني أن آتي كإله وأنقذهم وإلا أكون قد كسرت كلمتي وبهذا لا أكون الله لأن الله لا يكسر كلمته أعرف أنني وضعت الأمر في كلمات بشرية لكن هذا هو الوضع قال الله لدي خطة سأحضر شخصا يكون إلها كاملا وإنسان كاملا الإنسان هو الذي حول الناس إلى الشيطان فهو سيصنع طريقا للخلاص أتتابعون؟ لهذا قال يسوع هيا اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها يقول الناس دائما انتظر لحظة انتظر لحظة ماذا عن أولئك الذين لم يسمعوا عن الإنجيل أبدا؟ أنا أسافر بلادا ولن تصدقوا كمية الرؤى التي يرى فيها الناس يسوع في ماليزيا وفي بعض تلك الدول الإسلامية لأنهم يصرخون من هو الإله الحقيقي والله يعلن ذاته معرفة الله قد وضعت فيهم لذلك فهم بلا عذر يقول الكتاب إنها طريقة لتحاول أن تهرب من تسليم حياتك ليسوع أتفهمون؟ لقد وضعت تلك المعرفة في كل إنسان لقد وضعت الأبدية في كل شخص يقول البعض أنت تخيفنا أريد أن أريكم جزءا كتابيا لا أسمع أحدا يعظ به انظروا إلى يهود 22 أظهروا رحمة للمتشككين وخلصوا آخرين مقتطفين إياهم من النار تعشينا أنا وليزا ذات ليلة مع نجم روك ان رول شهير وزوجته نال الخلاص عام 92 من أكبر نجوم الروك ان رول في السبعينات والثمانينات أذكر أننا قضينا معهما ثلاث ساعات وقال لي جون أنا لم أخلص بسبب محبة الله لا تسئ فهمي أنا أحب الله كثيرا منذ حصلت على الخلاص ولكنني لم أخلص بسبب محبة الله بل مخافته قال عدت من العرض وكنت مستلقيا على سريري وفجأة شعرت أنني سأذهب إلى الجحيم وبدأت أبحث وهكذا خلصت تذكرون حين قلت لكم عن المخدرات التي وضعت فيي خوفا صحيا هناك خوف صحي ربما لهذا علم يسوع عن الجحيم لأنه أراد أن يضع ذلك الخوف الصحي في داخل الناس بدل الجهل أتعرفون؟ إحدى أشهر العذات في تاريخ أمتنا هي عذة جوناثان إدوارد بعنوان خطاة في يد إله غاضب وعظ هذه العذة في الثامن من يوليو 1741 لقد كتب العذة وقرأها وعندما وصل إلى هذه الجملة أيها الخاطئ أفكر في الخطر المرعب الذي أنت فيه لأنه كان قد وصف الجحيم بطريقة رائعة بدأ نس يصرخون إلى الله تائبين لم ينهي عذته أبدا ثم بدأ ينسخ عذته هذه ويرسلها إلى كل مكان ويقال إنها كانت أحد الأسباب الأساسية للنهضة الكبيرة الأولى في أمريكا الله يعرف أن هناك خوف صحي ويسمح الله لهذا الخوف بأن يستمر طوال الأبدية سأقرأ لكم عن شيء سيصدمكم الشعياء 66 لأنه كما أن السماوات الله يتحدث عن السماوات والأرض الجديدة حسنا عندما يطاهر الأرض بالنار سينقل مدينة الله حرفيا إلى الأرض لن يكون هناك أناس بأجساد ممجدة فقط بل بأجساد عادية أيضا هذا في الكتاب يمكنكم قراءته لكن خطة الله الأصلية لا يمكن لآدم وحواء أن يفشلها لقد خلقهم الله ليعيش للأبد وأؤمنوا أن هناك أناس سيعيشون للأبد كما قصد لآدم وحواء أن يعيش للأبد لكن ستكون أجسادنا ممجدة كيف سنتفاعل كما تفاعل يسوع مع التلاميذ أكل معهم لكنه كان يختفي ويرتفع في الهواء لكنه مع ذلك استطاع أن يتفاعل مع التلاميذ أليس كذلك؟ إذن يتحدث الله عن السماوات والأرض الجديدة لأنه كما أن السماوات الجديدة والأرض الجديدة التي سأصنع ستدوم ومن شهر إلى شهر ومن سبت إلى سبت سيأتي كل البشر إلى المدينة ليسجدوا أمامي وسيخرجون ويرون جثث الذين عاصوا علي فلنكمل فإن دودهم الذي يأكلهم لن يموت ونارهم التي تحرقهم لن تطفأ وكل من يعبر عليهم سيراهم برعب كامل هل عندما أخطأ لوسفر بدون مجرب قال الله في رحمتي سأحتفظ بهذا كنوع من الخوف الصحي لهؤلاء البشر الذين على الأرض حتى عندما يرون نتيجة عسيان الله ويرتعبون منها يكون هذا راضعا لهم لكي لا يعصوا اللههم أيضا اسمعوا مني هذا أعتقد إن وعظنا عن هذا أكثر ستكون الكنيسة أكثر جدية وتوجها أنا أنظر إليك الآن وربما تكون جالسا تشاهد هذه المحاضرة وأنت خائف ومرتعب ومرتعد هناك خوف صحي وخوف غير صحي الله ليس غاضبا منك أو حانقا عليك إنه يحبك لدرجة أنه قدم حياته من أجلك حتى لا ينتهي بك الحال في ذلك الجحيم المرعب ربما تقول يا جون كيف أنجو من يوم الدينونة الذي تحدثت عنه بأن تعطي حياتك بالكامل للرب والملك يسوع المسيح حين تعطي حياتك اليسوع أقصد بهذا أن تقول يسوع أنا كلي لك حياتي لك فما فعله في الجلجثة والدم الذي سفكه سيحسب لك وحين يفتح الكتاب الذي يحوي كل سقطاتك يقول يسوع دمي يكفر عن كل هذا أيها الآب ستغفر خطاياك وتكون ابنا لله وستقضي الأبدية معه وهو لم يغفر خطاياك فحسب ولكنه أعطاك طبيعته فلن تضطر أن تظل عبدا للخطية إن قلت يا جون أنا لم أعطي حياتي ليسوعك رب من قبل أريد أن أصلي معك الآن أريدك أن تنحني وتقول يا إلهي قل يا إلهي سامحني إذ عشت بطريقتي بعيدا عنك يا خالقي اليوم أنا أعطي روحي ونفسي وجسدي وكل ما فيه وما لديه لك يا يسوع شكرا لأنك أصبحت ربي وسيدي ومخلصي أشكرك لأنك حررتني من قوى الظلمة إلى ملكوتك أنا ابنك ولي طبيعتك غفرت خطايايا وسأقضي الأبدية معك باسم يسوع آمين لنشكر الله على ما فعله أراكم في المحاضرة التالية محاضرة مؤلمة أعرف لكنها جيدة أحيانا تكون الأمور الصعبة مفيدة فكر في الأمر لم تخلق الجحيم لأي واحد من البشر أبدا لقد خلقت بحسب ما جاء في بشارة متأسع 25 عدد 41 لإبليس وملائكته الشيطان هو الذي يأقذ الناس إلى الجحيم لقد أتى يسوع ومات لكي لا يهلك أحد من الناس ولا يقضي أحد من الناس أبديته بجسد مشتعل بالنار والدود يأكل فيه أريدكم أن تحاولوا أن تفكروا في أسوأ حالة في العالم فكروا في أكثر السجون ظلمة وعمقا تحت الأرض فكروا فيها لدقائق قليلة فقط الجحيم أسوأ من هذا بكثير ماذا يعني هذا للعالم من حولنا لا تستخف بأمر الناس الضائعين من حولك اشعل قلوبهم شوقا ليسمعوا الخبر الصار أن خلقهم قد أتى ليخلصهم وليس ليدينهم ولا ليرسلهم إلى ذلك المكان لقد أتى خالقنا ليخلصنا من الوضع الذي حكمنا نحن على أنفسنا به لا تستخف بالجحيم هذا أمر مهم لنا ولمن يمكننا أن نؤثر على حياتهم أيضا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر